أكدى وزير الأعلام ملحيم رياشي أن العمل جار على تعديل قانون نقابة المحررين وفي خلال حفل عشاء أقامته على شرفه رابطة خريجي كلية الأعلام طمأن رياشي إلى أن نقابة ستصبح لكل المحررين وأن ولاية النقيب ستكون ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد شروط انتساب جديدة وشروط تعاقد جديدة مع مؤسسات الأعلام تحمي المحررين بصندوق تعادد صحي لألكون وبصندوق تقاعد يحمي بيكبروا من بيناتنا نقابة المحررين لا رح تكون للإسلام ولا رح تكون للمسيحيين لا رح تكون للمحررين من كل الطواقف ومن كل الفئات رئيس رابطة خريجي الأعلام الدكتور عمر مشموشي طالب بقانون يحمي الأعلاميين ندعو الوزير إلى إعادة النظر كاملة بهذا القانون لإعادة الاعتبار وتحصين الإعلاميين العاملين فعلاً في حقل الإعلام من مغبات الظهر لأن الإعلام اليوم بلون مستقبل فليكن وضع العاملين في حقل الإعلام مثل وضع المهندسين ومثل وضع المحامين ومثل وضع الأطباء ريشي أشار إلى ورشة قانونية في وزارة الأعلام فإلى جانب قانون نقابة المحررين ستقدم الوزارة إلى مجلس الوزراء حتى نهاية هذا الشهر مشاريع قوانين حول الإعفاءات المالية والضريبية والجمركية على الصحافة الورقية والمرئية والمسموعة وتحويل وزارة الأعلام إلى وزارة الحوار والتواصل وقانون الأداب الإعلامية اشتركوا في القناة